عشر احلام تبشر بالفرج والسعادة بازن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين اعزائي متابعة القناة اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو عشر احلام تدل على الفرج والسعادة بازن الله ففي حالة اذا ما رأى احد في منامه واحد من هذه الاحلام فسوف يرزقه الله عز وجل رزق كبير وسعادة كبيرة بازن الله فالحلم الاول الذي يبشر بالفرج والسعادة هو رؤية سجادة الصلاة سجادة الصلاة من الاشياء المحمودة والرموز الجيدة التي تكون دلالتها واشارتها في المنام هو حصول صاحب المنام على مال حلال بازن الله وايضا الحلم الثاني هو ان يرى الشخص في منامه الطابوس الطابوس يدل على الحظ الكبير والصروة الكبيرة والميراث الكبير الذي قد يحصل عليه الشخص صاحب المنام بازن الله وايضا من الرؤى والاحلام التي تبشر بالفرج والسعادة بازن الله هو ان يرى الشخص في منامه السبحة السبحة في المنام تكون من الاشياء الجيدة المحمودة التي تدل على الخير والرزق والبركة في حياة صاحب المنام بازن الله وايضا من الفواكه التي اذا رآها الشخص في المنام تبشره بالفرج والسعادة هو ان يرى الفراولة الفراولة في المنام دلالة على الربح الوفير وامتلاك العقارات والاموال الكثيرة وتكون دلالة ايضا على تحقيق الطموحات مثل الزواج او الانجاب او العمل الفراولة في المنام تكون دلالة على الصحة والشفاء من الامراض فرؤية الفراولة في المنام يكون من الاحلام المبشرة بالفرج والسعادة بازن الله وايضا من الاحلام التي تدل على الفرج والسعادة وتبشر صاحبها بها هو ان يرى الشخص في منامه انه يقوم بارتداء ملابس جديدة جيدة المظهر ارتداء ملابس جديدة في المنام تعجب الرأي وصاحب المنام يكون من الرأى المبشرة بالفرج والسعادة بازن الله والله اعلى واعلم وايضا من الاحلام هو ان يرى الشخص في منامه الماء الصافي سواء كان يشرب منه او يزبح فيه او يحمل وعاء منه شرط ان يكون الماء الصافي تلك الرؤية تبشره بالفرج القريب بازن الله والسعادة والعيش عيشة هنية والله اعلى واعلم وفي حالة اذا ما رأى الشخص في منامه انه يكون بالطواف حول الكعبة فان تلك الرؤية تكون من الرؤى التي تبشره بالخير والسعادة بازن الله الطواف حول الكعبة من الاحلام المبشرة بالفرج والسعادة لصاحب المنام والله اعلى واعلم وايضا من الرؤى التي تبشره بالسعادة والفرج هو ان يرى الشخص في منامه انه يقوم بركوب زهر البقرة ركوب زهر البقرة في المنام يكون دلالة على الرزق والمال الوفير وزهاب المشكلات بازن الله ومن الاحلام ايضا ان يرى الشخص في منامه المرأة الجميلة ممشوقة القوام وسعة العينين تلك الرؤية تكون من الاحلام المبشرة بالفرج والسعادة بازن الله لان المرأة الجميلة في المنام ممشوقة القوام وسعة العينين تبشر بالمال الحلال وتبشر بالفرج والسعادة لصاحب المنام بازن الله والله اعلى واعلم ايضا من الاحلام التي تبشر بالفرج والسعادة هو ان يرى الشخص في منامه العصفور العصفور في المنام يكون من الرموز التي تدل على الاخبار السعيدة بازن الله ودلالة على الربح وجني المال والله اعلى واعلم هكذا نكون قصردنا عليكم عشر احلام تبشر بالفرج والسعادة بازن الله وندعو الله ان يوفقنا في الدنيا والاخرة وان يرزقنا بالفرج والسعادة بازن الله والسلام عليكم